استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية وزير الخارجية والتنمية البريطاني ديفيد كاميرون بحضور جلالة الملك رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد وأكد جلالة الملك ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين داعيا المجتمع الدولي والدول المؤثرة إلى الضغط على إسرائيل من أجل وقف حربها على القطاع وبيّن جلالته أن السمرار العدوان على غزة أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية ما يستدعي تحرك العالم بشكل عاجل لتقديم المساعدات بشكل دائم وكاف وحذر جلالة الملك من مواصلة قطع الخدمات الضرورية عن القطاع كالوقود والكهرباء والماء والدواء مبينا أن استهداف المنشأة الحيوية هو أمر مرفوض وجدد جلالته رفضه لأية محاولات لتهجير سكان غزة عن أراضيهم داخليا أو خارجيا واعتبر أنه أمر يخالف القوانين الدولية ويجر المنطقة إلى مزيد من الصراع وبحث جلالة الملك والوزير البريطاني العلاقات الثنائية وضرورة توسيع أفاق التعاون في شتى المجالات بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين ترجمة نانسي قنقر